السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الجزء الثاني من سلسلة الفيديوهات اللي طلبتوا اللي غادي نديروا فيهم تفسير بسيط وفعال لأحسن طريق اللي نتبعوا لا بغي نمشيوا بسيارتنا من بريطانيا إلى المغرب الفيديو السابق ديرنا فيه مرحلة طريق دير فرنسا وفي هذا الفيديو غادي نرافقوكم في رحلة ديركم عبر إسبانيا ونفهمو جميع المعلومات اللي خاصة نعرفو باش ندوز الرحلة ديرنا في أمان ونصلو بخير ومرتاحين معلومات حول بش حلقة تقام علينا الرحلة ومنين نتندوزو وأشياء أخرى مهمة خلال الفيديو السابق واللي تقدروا ترجعو لي في القناة تعرفنا على القاهدة الذهبية اللي هي الأساس دير الرحلة ديرنا واللي هي ما نتقرمش على راحتي وسلامة ولداتي وأيضا التوقيت اللي خاصة نكون في الطريق اللي مهم جدا باش رحلة ديرنا تكون ممتعة وما تكونش رحلة عذاب وتمارة إذن في الخريطة ديالي أو الجي بيس اللي غدي يعطينا جوج ديال طرق الطريق اللي غدي تهبطنا من الوسط ديال إسبانيا مرورا بالعاصمة مادريد تحيير لناس ديال ريال مادريد أو الطريق اللي غدي تهبطنا للحدود مع البرتغال رغم أن الطريق ديال مادريد كتبلينا في الخريطة نقصة شوية تقريبا مشي من الساعة ولكن أنا وبزاف ديالنس كيف ضلو الطريق عبر السلامانكا مرورا بالإقليم ديال إستريمادورا اللي كتكون خاوية بزاف صراحة وزوينة في المناظر الخلابة ديالها وحتى محطات الاستراحة ديالها كتكون خاوية ماشي بحال فرنسا ونشرح لكم علاش كتكون خاوية هالطريق هذي بالضبط حيث أغلبية دي المسافرين القادمين من فرنسا وإيطاليا اللي من الجالية المغربية أو من جالية أخرى تفضلوا يدوزوا من الطريق الساحلية وتجيهم قريبة عبر برشلونا وهنا أيضا كنوجود تحيه العشاق فوتبول كلوب بارسلونا كيدوزوا على برشلونا وعلى أليكانتي الطرق بجوج كيتفرقوا في مدينة ديالبورغوس وهذه هي أهم نقطة اللي كتفصل بين الطرق هم بجوج اللي خسنا نردهم على هالبل ونكونوا عارفين أن أهم المدن الكبار اللي غدين شوفوهما بورغوس بالينثيا بايادوليد سالامانكا بلاسانثيا سيفيا وخارج ديالا فرونتيرا وأخيرا غدينوصلوا الخزيرات طبعا اللي فيها الميناء ديالنا غادي تكون عدنا في المجموعة 1143 كيلومتر اللي غادي نقسموها على مرحلتين وغادي نشترح لكم علاش وبالتفصيل باش نبقى في إطار القاعدة الذهبية ديالنا اللي كنظن ولناها حافظين نخسر رزقي من أجل سلامتي وسلامة ولداتي ندوزول إلى مرحلة المدن باش نعرفوا فين وإم تخصني نبقى نوقف باش توقيت ديالي بقى نضبوط والسياقات تكون ممتعة من بعد مرتاحنا في الفندق في الحدود الفرنسية الإسبانية الفندق طبعا اللي ضروري يكون فيه باركينج حيث اللي قلبتوا في تطبيق ديال بوكينج ضروري نقلب على الفندق اللي يكون قريب لطريق السيار بلا ما ندخل المدن ونستق واحد في الخروج نفيقوش بشوية علينا ندوشو ونفطرو ونخرجو حتى لتسعود ولا العشرة ونكونوا فراش وما تعبانينش نقلبوا الروايد ديالنا واش بخير واش لبيبان ديال سيارتي كانوا مسدودين اللي عندوا الروف راك وليترايلر يقلبهم واش كل شي في أماني له ونتوكل الله ونبدأ الرحلة ديالي أول مرحلة عندي هي من الحدود الفرنسية الإسبانية كنشدو الطرق إلى مدينة بورغوس عندنا 160 كم اللي غادي نديرها في ثلاثة سواس قريبا علاش حيث هالطرق فيها شوية الفيراجات والجيبال ولكن فيها مناظر خلابة نسوك بشوية عليها ونتمتع نوصل حدا بورغوس نوقف رتاح شوية المرحلة الثانية هي من بورغوس إلى فيادوليد اللي فيها 150 كم تقريبا اللي ممكن نديرها في ساعة ونصف ما فيها بس لوقف تاني ندير المازوت نشرب قهيوة ونجبر شوية مع راسي من فيادوليد إلى بانيو دي مونتي مايور عدنا ساعتين وعشرة دقيقة تقريبا ميتين كيلومتر another short break ومن بانيو دي مونتي مايور حتى الماريدة عدنا another two hours 200 كيلومترز انواقفوا ديك الساعة وندوزوا المرحلة الرابعة فاش غادي نوصلوا الماريدة غادي تكون دوزنا تقريبا عشرة ديال السوية في الطريق اذا توقيت غادي يكون مابين ستاولس بعدي الأشياء تقريبا هنا نتفكروا القاعدة الذهبية ديالنا ديال نخسروا رزقنا على ولدتنا وعلى السلامة ديالهم ونقلبوا على شي فندق اخر اللي يرتاحوا فيه هنا القافز ديال القبيلة غادي يقول لك علاش اخوي غادي نوقفوا بقي لنا غير 400 كيلومتر للخزيرات وانا بغاقي فيه الجهد باش نسوقه باش نشطريق واسيدي القافز بوس الهامة شوف الساعة اشحال عرفناك سوبرمان وعرفنا بقي فيك الجهد ومجهد يا اخوي انتواعر ولكن لاش ديال طريق ذابا غادي توصل الخزيرات مع العشرة الليل وما غادي تلقى لابات طوات لا طيران ياطير ولا يحزنون وغادي توصل للمرصى بالليل وغادي تطرت بات في الميناء في السيارة مكرف سراسك ومكرف سوليداتك واخي بحاجة في العالم هو دك الصف ديال طموبيلات في الميناء السبعات تسوية ولا ثمانية ديالتسنية والضلام والبكاء وتمارة وبنادم منشور بحال لاجئين صافي سيدي القافز خلينا نكملوا الله يرحم الوليدين الفيديو والناس باش توصل للناس مرتاحة للمغرب نشدو اخوية شي وطيل نعم سيدي في مريضة نضربوا شوية طورتيا اسبانيولا والشي بايا بالكالاماريس وارتاح مع راساتي ونخلي وليدتي ناسوا بكري باش نخرج صباح تاني فراش وناشط ومدووش وماشط ونخرج حسل تسعود ولا العشرة صباح باقي لي غير ربعات السوية ديالتريق نتوكل عالله ندير تاني نفس الروسين اللي كنديرو كل مرة نقلبوا الرويد ديالنا مزيان لما اللي بيبان نشوفوش كل شي مسدود نتوكل عالله ونشدو طريق لسيفية نوقف الرتاح حيث هديك آخر وقفة ليا قبل من الخزيرات ومن سيفية الخزيرات غدي تكون بقاتلين واحد ساعتين ديالتريق اللي وخد تكون عامرة شوية ولكن شوية لنا الوقت غدي يكون باقي النهار وسكون تقريبا نوصلنا لشي الجوش تلاشية ولا الثلاثة باش نكون نوصلنا للميناء ديكساعة وهنا كيف ما كتلاحظو اهم البلايك اللي خسنا نتبعو خلال رحلة ديالنا طريق ديال اسبانيا ماشي بحالية الفرنسا ماما عقداش بزاف دونك للمودو الكبار هم بورغوس سالامانكا كاديث الخيسيراس وبنسبة التكلفة ديال الوقود ديالنا كتغسلف من سيارة لسيارة طبعا كيف القاعدة ولكن تقريبا ما بين 100 حتى 150 الأورو على حسب السيارة ديالكم والطريقة ديال السوغان ديالكم وهنا غدي بليكم تقريبا شحال من محطة ديال الأداء والذي البياج كينين والثمان ديال كل محطة المجموعة تقريبا ما واصلش ل30 الأورو والله يرضي عليكم حذاري من هذه النقاط هذو كشفارة اللي كنا قناها اهدرنا عليهم كيديروا روسهم بوليس وكيوقفوكم ما نوقف شا سيدي مرة اخرى لتشي واحد وسط من الطريق اللي بغاي وقفني يتبعني المحطة الوقود ولوسط الناس نوقف لي ديال من ستاسيوني في شي بلاسة اللي نشوف في هاته موبيل اللي يالي الردبالي من الحرارة ودك تيليفو اللي كنحطوه في الداش بورد الردبالي منه مزيان حيط الصهد والحال سخون ويقدر اللي يحفظ يتفرق علينا في وجهنا ما نعطوش لوليداتنا الحلوية بزاف باش ميجيهم بشتك شوغر راش وما يخليوناش ناسو في الليل والقاعدة العامة طبعا ما نسوقوش بالصندالة ديالنا من اجل السلامة ديالنا وباش ما يعطوناش شي غارمات ونحاول قدر الامكان ما نحط الجميع الفاليوبلز ديالي في نفس الساك ردوا بالنا من هدوك الحشرات الكبار ودك النموس الكبيرة ديالسبانيا راه خاطر ديما نتأكدوا ان عدنا اناف سكرين واش وهدك السبري اللي كيدروا اللي ليدات على حساب النموس وطبعا المكيف ديال السيارة ولا الاركون ما نفرطوش فيه وما نديروش كسر من القياس عو تاني الفيديو القديم غادي كنت هو على الاتمنة ديالبطوات ولا الفيريز بنسبة الناس اللي ما كيقدروش على driving long distances غادي نديرو الفيري من فرانسا المغرب ولا الفيري من من انجلند اسبانيا ونهضروا على الاتمنة ونديروا واحد مقارنة بسيطة thank you very much for watching السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم